موسيقى طعم البريكوب بغير الكفالة في الامتدائية دبالا حول الاستناف من حكمة غيليز وصريت هذا الأساس حتى يبولته بس أنا يجب لي شويت المعيشة ويخدم إليه وهي جزيك بيخي كثيرت ما تيبوش إزالي تعمل كل يسع دبال وهي جزيك بيخي أنا شريت داقني بغتور بس يخدم إليه ويخدم إليه دبال وهي جزيك بيخي السلام عليكم أخوتنا أحبابنا تنتمينا واليوم الله يزازيكم بخير ولدي رامشالية في البطلة لأساس تريب بورتو شريت لي بيته بشي هزليه بدري عندي مريض ما تيهزوش ليه التاكسيات ما تيهزو ليه التشيح لما كريت تريب بورتو ما كيش ليهزو ليه هذا العام عودت باش ندخل السلف مع الناس ونشد هذا الإجراءات شديد فيها مليون ونص بغيت ولدي باش نشري ليه تريب بورتو شريت لولدي تريب بورتو ولدي عيط ليشي واحد قال ليه هزليه هاد البيبان توا معهم بثل تلاف ريال جابوا منهم السوق العفاريد مني جابوا مني السوق العفاريد مشى للشركة ديالو رأى النهار اللي اذا جاب شفره السوق العفاريد والدي جا خضرتوزي منه انت الشركة جال عندي قال يوميرا نهار جوج في نهار ربع فيه جوج عاد بيت نتفعل سربيس ديميل فينسافة مشى وندي تنقل خدمة أربع يام منورها هذيك من هذو قدفوف انهار اللي جا عند السيد ضدق عليه في الدار قلل اسم محمد قال نعم قال نعم قال نزيده شي بريكلة ديميلة قال نزيده عن مسمعي قال نزيده عن يوسف قال لها وراء هذا البريكلة قال نزيده يا يوسف قال نعم اشي معك عن جدرمية بين هذي يزيده وفي انتيتو مشاول دي بيعت الاقوال جدرمية على تالاقوال جدرمية قالوا لي دوزقوا معد حدة الدرارين احتي تجمعوا صحابك جادك اللي شار المخرى تقولوا لي اذا عرف هذا قال لي ما تنعرف أنا هاد الجوش هما اللي جابوا لي المخرى بيعوا عليها هاد الولد مولترب بورتو أول مرة تنشوفوه تنشوفوه في المحكمة ما تنشوفوه في السيكتور أنا كاريمة حالو ما تنعرفش هذا كتدريب السيكتور ولدي مشاء المحكمة تن ترجى من سيدنا لا ينصروا داز ولدي تليد الزلسات ودوس المحمي اللي أولو ولدي يعني شديده قتليه تطلع لي على الدوسي قتليه تطلع لي على الدوسي تطلع لي وعلى الدوسي قال لي عندك الكفالة في الدوسي خلاني تنطلب وتنظر باش اللي ملودي الكفالة مليك ليش حالو أستاذي الكفالة قال لي كينا من مئة المليون أنا مبسطعتش من مئة المليون شتوب حالو ألعب لي على عصابي حيث اللي قاني خافت وقاني خسدين قلب لي على الفلوس ما عليش ما نجيبهم ليه اليوم مشي دعية مشيت اللي بيرو اللي وف المحكمة ديال المكتب ديال المحاميين قلتوا من الله يزازيكم بخير أعطوني المرأة يا الأستاذ الشقر بغيتو أعطوني المرأة عيث ليتي تصويت الله يزازي بخير طهو عيث لي بس بلاشد معندي حتريان حلي حتى ذات الززازة أخرج عندي قال لي يا أولدك غادي يكون خير إن شاء الله إحنا غادي نتابع عدشي غادي يكون خير راه دير اللي هم بينا هو مشيتش الضمانة مشيتش الضمانة باش هو هذو كل بيبات وده هز مع ذاك اللي ما خرد دار كلها ومشيتش معنده الضمانة يعني دباع حسبي ولدك يكون خير أعطيته فلسو اللي هي المثلية الجهيرة ديالي أعطيته فلسو مشاوه مقابل خدمته اليوم تنترجى المحكمة تفدني بشي إفادة الولدي تيقولوا يا ولدك مازال معطوناش نهار لي بيدوز فيه داز لدد من البطل الابتدائية دبالاح والاستناف محكمة قليز في اللاحوة منين تلاح والدي في المحكمة الاستناف أنا اليومات تنطلب درت هاد الشي باش اللي هو إحني فيه من جيت والدي عندي والد كبير 21 سنة مرض العقلية وعندي عدد تشوفه معي ها هو مريض ما تتحرك بان وراه الحما الارجلي اللي يجين أنا تنطلب من سيدنا ومن أخوتي ومن السلطة يقفوا معي على والدي أنا وقال ما عيشها ولا أسميته قليلا وهذا المحل في المساكنة الوالدي الحمد لله أنا بغيته والدي يخرج ليه هو مطرور عمنا مشا والدي مشا ليه العقل اليوم والدي لمرض ما بقيش جدا فيهم يعني واحد رامل عمنا مشا رتي تتلع والاخور اللي مردها هو معي هذا الشي اللي كانت تطلب أنا من سيدنا ومن أخوتي ومن السلطة ومن سيدنا الله ينصروا بدينا اللي حن في يوم جيت والدي ويتعاون معي على والدي أرام شوف الباطل الله يجزيك بخير أنا قل طالب من أخو يجيني لتكسياتي ما ترزونيش وشريت هذا الأساس حتى يبولته بس أنا يجب لي يشويت المعيشة ويخدم لي الله يجزيك بخير ضيب الله يجزيك بخير أنت تكسياتي ما ترزونينش داخل الكلزة ضيب الله يجزيك بخير إذا بقل طالب غطور بس يقوم بجزيك بخير ويقوم بجزيك بخير أنت تعطي معني لو كان بجزيك بصي ضيب الله يجزيك بخير هذا الطالب من السلطة تقوم يشوفني ويشوف النامالك ويشوفنا المستمع كله ده الله يجلسك بيخي ويشوفونا بعين يوم ويشوفونا بعين يوم ويشوفونا بعين يوم ويشوفونا بقلائباتهم الله يجلسك بيخي